السلام عليكم في فيديو اليوم رح نستعرض لكم أبرز الألعاب اللي رح تصدر في شهر يوليو هذا الشهر وبيش التواجده عدة ألعاب مميزة ومتنوعة مع تواجد العديد من الألعاب المؤجلة من الشهر السابقة إلى هذا الشهر مارفلز آيرنمان في آر لعبة في آر الحصرية لجهاز بيشن فور من تطوير السيديو كاموفلاج رح تقوم بتلعب جخصية آيرنمان في عدة مهام متنوعة وتستفيد اللعبة من خواص الفي آر عشان تخذ مغامرة تفاعلية عشان تستفيد من تقنيات آيرنمان متنوعة بالتحليق أو التصويب وغيرها اللعبة القادمة الجهاز بلايشن فور في الثالث من يوليو لعبة السبقات الفورمالة الرسمية تعود بإصدار جديد من تطوير كودماسترز والإصدار الثاني عشر في السلسلة وتتضمن 22 مضمان للسباق و20 سائق من عشر فرق مختلفة ويمكنك أيضا أنك تنشأ فريق خاص فيك اللعبة القادمة في العاشر من يوليو لجزة الحاسب الآلي والستاديا والبلاي سيشن فور والإكس بوكس وان لعبة الار بي جي من نامكو بانداي بإصدار جديد وقصة جديدة مع قوام أكثر وضوحا وقل تعقيدا في هذا الإصدار وتطور واضح لتصميم البيئات والعديد من الشخصيات تتقابلها في اللعبة اللعبة قادمة للبلاي سيشن فور والإكس بوكس وان والبي سي في العاشر من يوليو بعد عدل التأجيلات لعبة منطور العبقري كوجيما تحط رحالة على أجزة الفيسي أخيرا اللعبة تتوير عديد من إضافات التقنية وأيضا تحصل على طور التصوير بالإضافة لخيارات الحصول على أداء أفضل اللعبة وعدد أعلى الفريمات اللعبة قادمة للحاسب الآلي في الرابع عشر من يوليو لعبة شبه سوشيما لعبة الأكشن مغامرات في عالم مفتوح من تطوير استوديو سكر بانش الشهير ممعودة تقديم بيئة واقعية لعالم الساموراي تتوفر اللعبة حرية كبيرة في أسلوب اللعب والعديد من أدواتهم التنوعة اللعبة قادمة حصرية على الجهاز البلشن فور في السابع عشر من يوليو بيبر ماريو ذا أوريغامي كينغ لعبة الأربيجي القادمة من تطوير انتليجنت سيستمز ونشر نتندو هي الأصدار السادس من السلسلة بحيث تتحكم من نسخة ورقية من الشخصيات المحببة ماريو في بيئات ثلاثية الأبعاد ورح تجيك ألغاز كثيرة ومتنوعة وتستكشف عالم اللعبة وتجمع عملات وتضم العديد من المرافقين لمواجهات العديد من الأعداء المتنوعين اللعبة قادمة في السابع عشر من يوليو حصريا لجهاز نتندو سويتش هذه كانت أبرز ألعاب شهر يوليو شاركونا أكثر ألعاب من تحبسين تجربونها في التحليقات تحت كما كفاد الشيحة ياتيكم العافية ومعا سلامة